إمتى ظهرت فكرة توظيف الأموال؟ فكرة توظيف الأموال طبعاً إحنا يمكن القضية أصبحت مصرر يمكن في التمانينات يمكن بشكل كبير ويمكن بأكد على كلام حضرتك إحنا يمكن الأجيل المرينا بالفترة ديت وكمان يمكن كان فيه استغلال بشكل كبير جداً للعمالة المصرية في الخارج وبالأخص في الدول زي العراق وليبيا وزي التحولات ديت بدأ ما هي تذهب لقنوات الشرعية وتذهب لبنوك أو الأوعية الادخارية المعروفة سواء كانت العقارات أو الأشكال اللي فيها نوع من أنواع الأمان لا كان بيبقى فيه وعود بتقديم أرباح أكبر بكتير جداً من بيقدمها الجهاز المصرفي وبالتالي كان فيه نوع من أنواع النصب اللي اتعرض لي كتير من العاملين في الخارج بسبب هذا الأمر بجانب طبعاً كتير من المصريين المشكلة أنه يمكن في فترة التمانينات كان هناك شركات خلينا نقول عملية التوظيف دي هي كانت عملية بعده بيتم طرحها للجمهور لكنها في حقيقة الأمر هي مجموعة من الأنشطة التجارية اللي كان بيقوم بيها شخص معين وفي النهاية أمام الدولة هي مش شايفة شركة لتوظيف الأموال لكن هي شايفة مجموعة من الأنشطة التجارية سواء بقى كان محل دهب بنتكلم على جزارة بنتكلم على محل ليل سلع المعمرة وطفر أين كان مشاريع التجارية بتاعت لكن مفهوم أننا هوظف أموالك وهوعدك بأرباح ده كان بيعتمم بشكل كبير جدا على الثقة المتبادلة والوعود الزائفة والأرباح وخلينا نقول دايما يعني قبل النصف فيه طمع ودي المشكلة المستمرة مش هقول إن هي حتى انتهت مع التميليات